لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى نواصل الحديث من المبحث الثالث في الكتاب وهو الملائكة والمؤمنون وكما سبق فقد قسم رحمه الله تعالى الكتاب إلى أقسام ملائكة والإنسان وإيه الملائكة وآدم أو يقسم يعني الملائكة والإنسان ثم فصل الملائكة وآدم الملائكة وبن آدم الملائكة والمؤمنون الملائكة والكفار نحن في المبحث الثالث وهو الملائكة والمؤمنون وسبق أن فيه مطالب وكلها حول أعمال الملائكة تجاه المؤمنين وذكرنا من هذه الأعمال عشر أعمال تقديمي وقفنا عند النقطة الحادية عشر من أعمال الملائكة تجاه المؤمنين ونكرر أن هذا الكتاب وإن كان يتناول مساء العقدية يعني أعمال الملائكة ونحو ذلك إلا أنها كذلك يعني أو التناول تناول كتب الرقائق ولذلك كأنني أنا في الحقيقة يعني أشرح كتاب رقائق فهذه أعمال من الملائكة تجاهنا نحن المؤمنين وهذا كله يزيد المؤمنين حبا للملائكة وولاءا للملائكة كما هم يوالوننا ويحبوننا فمن أعمال الملائكة تجاه المؤمنين قال تبشيرهم المؤمنين تبشيرهم المؤمنين يعني يبشرون المؤمنين بالخير فذكر قال فقد حملوا البشرى إلى إبراهيم عليه السلام بأنه سيرزق بذرية صالح قال تعالى هل أتاك حديث ويف إبراهيم المكرمين ما لئك يعني إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منطرون يعني من هؤلاء وكانوا قد جاءوا في صور رجال وسور إنس فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة أي لما لما انتنوا عن الأكل قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم هم قد جاءوا إلى إبراهيم لأمرين الأمر الأول لتبشيره بالغلام العليم هو إسحق ثم الأمر الثاني وهو المتعلق بأمر لوط عليه السلام وكيف أن لوطا يعني هم سيرهبون إلى قريته لهدم هذه القرية على من فيها وبشرت أيضا الملائكة زكريا بيحيى قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى فهنا الملائكة تبشر زكريا عليه السلام تبشره بولد صالح اسمه يحيى قال وليس هذا مخصورا على الأنبياء والمرسلين يعني ليس الملائكة تبشر الأنبياء فقط بل توشر كذلك المؤمنين الصالحين في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته طريقه يعني ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخلي في هذه القرية قال هل لك عليه نعمة تربها يعني هل لك مال عند هذا الأخ اللي أنت ذاهب إليه هذا المال مثلا بينك وبينه معاملة نحو ذلك تذهب إليه يعني تحافظ على هذه هذه النعمة اللي عنده المال اللي عنده قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال أي الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه انظروا إلى تبشير الملائكة ليه الإنسان والله هذا غير منتلع في كل زمان يعني وارد جدا الملائكة تأتي لأي إنسان في أي زمان تبشره بالخير نعم وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي قد أتتك فقرع عليها السلام من ربها ومن لي وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي نؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب قطعة واحدة يعني الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بشره جبريل آسف بشر خديجة جبريل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اللي قالئ في الدنيا قد كده ولا حاجة ممكن يعني مش فتاش في الحقيقة ممكن تبقى قد كده ولا حاجة أكبر لقلؤة ولا حاجة قصر على خديجة في الجنة لقلؤة حتة واحدة لقلؤة من حتة واحدة سبحان الله شكله إيه وإزاي والمداخل والأبواب وكذا وكذا سبحان الله الذي على كل شيء قدير الشاهد يعني أن من أعمالهم تجاه المؤمنين أنهم يوشرون المؤمنين بالخير وكما كلتم لا دليل على امتنع هذا في كل زمان وفي أي مكان أي أن الملائكة ممكن تأتي لأي إنسان مؤمن صالح وتوشره بالخير ويعني أظن أن كثيرا من الصالحين على مرز زمان قد جاءتهم الملائكة بصور مختلفة بإذن الله تعالى تبشرهم ببعض يعني وجوه الخير نسأل الله تعالى أن يبشرنا وإياكم بكل خير قال الملائكة والرؤية في المنام يعني أيضا من أعمال الملائكة تجاه المؤمنين يعني دورهم في المنام بالنسبة للمؤمن بالنسبة ليه؟ المؤمن قبل أن نذكر نقول إن ما يرى في المنام هو على ثلاثة أقسام أولا يعني قبل أن نذكر كلام المصنف إن ما يرى في منام الإنسان هو على ثلاثة أقسام القسم الأول حديث النفس أحداث اليوم ممكن الإنسان يتأثر بها ينام تخالط يعني عقله في أثناء النوم النوع الثاني أو القسم الثاني حلم من الشيطان هوادث شيطانية كوابيس يعني اللي بنقول عليه إحنا كوابيس ونحو ذلك النوع الثالث وهو المنام المنام وهو من الله عز وجل ويسمى الرؤية أيضا فهذا المنام من الله أو الرؤية التي من الله تكون فيها الأشياء الطيبة للمؤمن الملائكة لها دور في هذا لها دور أيضا في هذا قال روى البخاري في صحيحه في باب التهجد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤية قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة يفرحوا جدا لم حد يرى رؤية يرى رؤية يعني شوف منام من الله عز وجل فكان يفرحوا جدا ويذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرضوا عليه ذلك قال فتمنيت أن أرى رؤية فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت غلاما شابا كنت شاب يعني لأن ابن عمر رضي الله عنه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هاذر كان ابن عمر في يوم أحد أو يوم بدر آسف يوم بدر كان عنده 13 أو 14 سنة يعني مات النبي وابن عمر حوالي 20 سنة حوالي 20 سنة 22 سنة قال وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعبد جدا رضي الله عنه قال فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار قال فإذا هي مطوية قطي البئر وإذا لها قرناني ققرني البئر وإذا فيها أناس قد عرفتهم والعياذ بالله من الكفار لو كان بيشوفهم أبل كده قال فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال فلقيهما ملك آخر فقال لي يعني لقي الملكين اللي واخدين الناس دول فقال لي لم ترع يعني ما تخفش الملك بيقول له لم ترع يعني لا تخف فهذا تبشير إنه هو يشوف في المنام إنه شاف النار وبعدين يجيله ملك يقول له ما تخفش هذه بشرة وفي صحيح البخارية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سارقة من حرير يقول لي السيدة عائشة بعدما تزودها أنا شفتك في المنام قبل ما تزودك وكان الملك يجيلي قطعة حرير وعليها صرتك قال فقال لي هذه امرأتك النبي صلى الله عليه وسلم عرفها لأنه كان بيروح بيت أبو بكر وعارف عائشة كان لسه نفيش حجاب وعارف عائشة قال فيقول لي هذه امرأتك قال فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي يعني وكأن السرقة من الحرير دي الملك مداري بها الصورة فكشفها النبي صلى الله عليه وسلم فرأيها عائشة فقلت اياك هذا من الله يمضيه حاجة جميلة جدا تودد عالي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته بيقول لها شفت انا شفتك في المنام والملأ جيد يضيب لصورتك قبل ما تزودك ففرحت وقلت اياك هذا من الله يمضيه الشاهد يعني من الحديث الملائكة تأتي إلى المؤمنين في المنام وتأتي لهم بالخير ابن عمر يأتي له الملك في المنام ويقول له لا تخف لا ترع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الملك في جايب سورة سيد عائشة قبل ما يتزود وقول له يديها تبقى زوجتك وهكذا أيضا من أعمالهم قال يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم من أعمال الملائكة أنهم يقاتلون مع المؤمنين يدخلون الحروب مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم يثبتون المؤمنين في حروبهم قال وقد أمد الله المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ملائكة على أنواع وأشكال مختلفة ملائكة لها مهام ألوان مختلفة حربية مهام حربية تنزل تقاتل مع المؤمنين كما كان ذلك يوم بدر معركة الإسلام الكبرى ونزلت الملائكة وجعلوا يضربون وجوه الكفار ونصر الله المؤمنين بالملائكة وفي صحيح البخاري يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة حرب بيقول للمؤمنين بيصبرهم ويوسيهم بيقول لهم يعني الملائكة معانا هذا جبريل سيد الملائكة هذا جبريل آخذ برأس فرسه جبريل في هيئة فرس قوي نعم عليه أداة حرب نعم وقد بيّن الله الحكمة والغاية من هذا الإمداد لماذا يمد الله المؤمنين بالملائكة ويثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالملائكة قال وقد بيّن الله الحكمة والغاية من هذا الإمداد هو تثبيت المؤمنين والمحاربة معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم إن ربنا سبحانه وتعالى جعل غاية من هذا الإمداد وهي أن يثبت المؤمنين وهو المؤمن لما يكون بيقتل لوحده مثلاً والعدو يقتر عليه فلما يجد إخوانه تكاتفه واغتمعه بيفرح جداً يؤمنوا بهه العدو فكيف إذا كان هؤلاء ملائكة هؤلاء ملائكة ما يقدر أحد على مواجهتهم ولذلك كانت إذا نزلت الملائكة دب الرعب في قلوب القفار والعياذ بالله قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطرم إن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة هني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاي شوفوا نزول الملائكة انظر أول ما ينزل الملائكة الرعب يدب في قلوب القفار الله يلقي الرعب في قلوبهم ثم إذا رأوا الملائكة وجدوا فرسانا لا يعرفونهم ولذلك كان بعض الأسرة من المشركين لما أسرهم المسلمون فجعل الرجل المسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يا رسول الله أسيري أنا أسرتهم فجعل الرجل المشرق يقول لا ليس هذا والذي أسرني إنما أسرني رجل آخر ويصف الملك فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك أيدك الله به الملك مسكهوا لك وأسروا كتفوا وجابه لك لا يتعمدك كمان وقال في سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين قال وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة ملك صوت ضربة ملك ضرب بها أحد الكفار وصوته وهو يسجر بفرسه يعني بعض المؤمنين كانوا من المسلمين في أسنان المعركة يسمع الصوت بس مش شايفه وفين صاحب الصوت الملك بيدرب حد من الكفار ففيه صحيح مسلم علي بن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومائذ يشتد في أثر رجل من المشركين بيجر وراء بيجيب واحد المشركين بيجر وراء حيز يقتله يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقين المشرك قدامه كده وائع مين اللي مسك الرجل المشرك ده ومين اللي عمل فيه كده قال فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه خطم أنفه يعني مضروب في وشه بالسيف مقطوع وشه كده من عند أنفه الملك ضربه فضربه فوق الأعناق وضربه منهم كل بناء وشق وجههم كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع يعني آثار الجرح والضربة في الوجه تاعت الملك مدمر الرجل المشرك خالص فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة الملائكة دول كتيبة جاية من إيه بالسماء الثالثة تؤيد المؤمنين وقد حربت الملائكة في مواقع أخر ففي غزوة الخندق أرسل الله ملائكته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحة وجنودا لم تروها والمراد بالجنود التي لم يروها الملائكة في الآية هنا وجنودا لم تروها يعني الملائكة كما ثبت في الصحاح وفي غيرها أن جبريل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الخندق وقد وضع السلاحه وقتسل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أعدوا شهر في الخندق ومعاركة من أشد معارك الإسلام يعني حراجة كل الكفار في الجزيرة العربية تموا على المسلمين والمسلمين عملوا خندق ودخلوا جواه واليهود من جوه والمنافقين فكان الموقف حرق شهر كاملا حتى نصر الله عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده فرجع النبي صلى الله عليه وسلم تعبان هو المؤمنين دخلوا بيوتهم اغتسلوا فجاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح جبريل بقى جاي كما يقول الغاوي يقول فأتاه جبريل هو ينفض رأسه من الغبار جبريل لسه الغبار بتاع أثار نزوله لأجل معرقة قريزة اللي جاي فقال للرسول صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح انت ألعت في دوم الحرب والله ما وضعناه الملائكة أبدا ما وضعتهش اخرج إليهم يقول له احنا الملائكة طول غزوة الأحزاب معاكم وربنا أدخل الرعب في قلوب المشركين ووصلتهم على المشركين ففروا هاربين احنا يسا لم نخلع ملابس الحرب اخرج إليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريزة فأشار إلى بني قريزة يعني جبريل قال له روح هنا الجهة دي اللي هي فيها بني قريزة القبيلة اليهودية المجرمة اللي كانت بينها وبين المسلمين عهد وخانت لما المسلمين حصل عندهم التراب والجوم الكفار دول من الضهر بقى بدأوا يضربوا من الضهر المغرمين دول عايزين يضربوا المسلمين من الضهرهم فجبريل قال له دول تطلع لهم تقدبهم دلوقتي على طول وأنت الآن لم تسترح الشهد يعني أن الملايكة بتقاتل مع المسلمين وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريزة كتيبة جاية ومشية جوى المدينة والمسلمين شايفينها سبحان الله الصحابة هو بيقول أنس بيقول أنا شايف الكتيبة دي مشية وجبريل ماشي معاها وهو اللي بيخدها لكن طبعا كما سبق تقريرهم كمسألة عقدية أن الهيئة الملائكية ما رأها أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين التي التي رأى فيهما جبريل أما يعني الهيئة التي يتشكلون عليها هيئة إنسان أو نحو ذلك يراها المسلمون كما في هذه الصورة قلاصة يعني ذلك أن الملائكة من أعمالهم تجاه المؤمنين أنهم يقاتلون ويحاربون مع المؤمنين الكافرين وينصرونهم عليهم وهذا ليس أيضا محصورا ولا محصورا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وإن كان يقل نعم يقل لأن الملائكة تنزل لما يكون الناس أهل لذلك يقل يقل يعني حكى بعض الناس والعهدة عليهم أيام الحرب الأفغانية ضد الروس أيام الحرب الأفغانية حكى بعض الناس كرامات كثيرة فيها شواهد تقول أن الملائكة كانت بتنزل تقاتل معهم تقاتل معهم يعني الروس نفسهم بعضهم كان يحكي أنه كانوا بيشوفوا مشاهد مش ممكن يتصوروا أن بشر طبيعي هو اللي عملها وكان طيارات بتحرق وأسلحة بتتحرق عندهم وبتدمر وهم لا يدرون سببها سبحان الله وارد جدا أن يكون هذا مدد من الله عز وجل للمؤمنين يومئذ إذ كانوا يقاتلون الكفار ويعلون كلمة الله في هذا الوقت وارد جدا أن الله يؤيدهم ب الملائكة أيضا من يعني أعمالهم تجاه المؤمنين حمايتهم ليه المؤمنين يعني أول طبعا وأعظم المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه عن أبي هوليلة رضي الله عنه قال أبو جهل والعياذ بالله هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم أبو جهل في ندر الندوة المجرم رايح بعل المشركين يقول له محمد بتسيبوه صلي كده قدام الكعبة هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم بيزجد يعني قال فقيل نعم فقال ولات والعز لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته هدس على الأبد هو بسجد في الأبد أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فاجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبه فجأل أبو جهل جايب يجري يصرخ ويتقي بيديه قال فقيل له ملك قال إن بيني وبينه أي النبي صلى الله عليه وسلم لخندقا من نار وهولا وأجنحا هولا وأجنحا دي الملائك تحرس النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا كان هي عدو أطعه في جسمه كذا حتت حتت عشان يعملون كال للمشركين لو كان أرى بس من النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن ده مسلم ورواه البخاري بأخسر من رواية مسلم أيضا حمايتهم حمايتهم ونصرتهم لصالح العباد وتفريج قربهم اللهم فرق قرب المكروبين وأزل هم المهمومين قال وقد يرسلهم الله لحماية بعض عباده الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين وقد يكون من هذا ما حصل لرجل ذكر ابن كثير خبره ففي تفسير ابن كثير شوفوا القصة الجميلة دي قصة لطيفة جدا يعني أشبه بموعظة كذا ممكن يستعين بها الخطباء ونحوهم ففي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى أم من يريب المضطر إذا دعاه قال ابن كثير ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد ابن داود الدينوري الدينوري المعروف بالدقي الصوفي قال هذا الرجل الرجل بقى بيحكي عن قصة حصلت له بقى كان رجل صالح هو رجل طيب يعني قال كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلاد الزبدان أكاري يعني أكون أجيرا أنا ودبتي للناس يعني هو معه دب واحد عايز يسافر من حتة لحتة يروح معاه هو أجير يعني يكاري عليها يعني على الدب بتاعته قال فرقب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوك يعني يقولوا إحنا ماشيين في الطريق اللي أنا معرفهم واعتاد بمشي منه فالراجل دا مرنا على طريق دا الطريق دا معروف إنه محدش يخش منه قال فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب خش من الشرع دا الشرع دا أقرب فقلت لا خيرة لي ليه فيه يعني بيقول له يعني الشرع دا ما ممشيش منه مش بتعاود أمشي منه والشرع دا ما مش متروخ يعني فقال بل هي أقرب قال فسلكناه الراجل اللي لكب معاه دا راجل مجرم حرام لس قال فسلكناه سمع كلامه ودخل معاه بقى في الوادي بقى اللي هو الايه اللي ما يعرفوش دا قال فانتهينا إلى مكان وعر وادي بقى نزل وكده فيه ووادي عميق وفيه قتلى كثير يقول لقيت جسس مرمية في الأرض قال فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل أمسك رأس البغل حتى أنزل يعني ايه الراجل يعيني بقى دا الأجير مسك البتاع ومشي بيه الوقف عشان أنزل قال فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني يعني الحرام مجرم شمر ومسك السكينة بقى وهي ايه ايدي الراجل في صدره قال ففررت من بين يديه فضل تجري يعني قال وتبعني قال فناشدته الله وقلت خذ البغل بما علي خذ يا عمك بتاع العربية بتاعتي كلها خذ خذ البغل بما علي فقال هو ليه ما أصلا كده كده من هاخده شوف فاجر يعني وإنما أريده قتلك وإنما أريده قتلك وكأنه العياز بالله بقى مسألة القتل عنده دي خلاص بقيت سفاح قال فخوفته بالله والعقوبة فلم يقل تقول له اتقل حرام انت هتسأل عن هذا الدم كذا هتبحك هتبحك قال فاستسلمت بين يديه خلاص ما سقول قال وقلت إنه أريد أن تتركني حتى أصلي ركعتين طب سيبني أصلي ركعتين ابن مموت قال فقال عجل يعني يقال رضي الله عنه الصحابي الجليل خبيب بن عدي هو الذي سن هذه السنة سنة يعني الصلاة قبل القتل الإنسان لما يقتل صبرا يعني قال فعجل يعني خل الصلي ركعتين بتوعك رجل حتة دي يعني اللي طلع فيها يعني ماشي صلي ركعتين بتوعك قال فقمت أصلي فارتج علي القرآن من الخوف لا أعرف إقرى الفتحة ولا أعرف إقرى سوة ولا أعرف إقرى حالي خالص من الخوف قال فلم يحضرني منه حرف واحد أنا مش فاكر ولا حرف من القرآن قال فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول لي هيه افرغ يعني ما تخلص بأ أنت قال فأجر الله على لساني سبحان الله قوله تعالى أم من يجيب المبطر إذا دعاه ويكشف السؤال يقول هي دي الآن اللي افتكرتها ما افتكرتش حاجة تانية قاله فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيدي حرب فدأ لأيد فارس جاي من بعيد وجايه وفي ايده حربة حربة بقى مش سكينة زي اللي في ايده التانية قال فرمى بها الرجل قال فما أخطأت فؤاده فخر صريعا قال فتعلقت بالفارس وقلت بالله عليك من أنت فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه يعني أنا أرسلني الله عز وجل لأنخذك لأنك سألت الله وأنت مضطر وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السؤال قال فأخذت البغلة والحملة ورجعت سالما الشاهد يعني من ذلك ماذا خنى أن الله عز وجل يؤيد بالملائكة المؤمنين ويجري يعني من نصره للمؤمنين وحماية المؤمنين ما يجري قال ومن ذلك إرسال الله جبريل لإغاثة أم إسماعيل في مكة قصة جميلة بتاعت أم إسماعيل اللي كانت في الوادي وما معاشها الخالص قال علي بن عباس في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى الأرض مكة وهي قصة طويلة وفيها أن أم إسماعيل سعت سعي الإنسان المجهود بين الصفة والمروة سبع مرات تبحث عن المال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث بتقول لي من هي بقى الصوت هذا الصوت صوت من صوت الملك جبريل فإذا بيها بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه ضرب بكعب كدس أو بجناحه حتى ظهر الماء بئر زمزم فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله أو لا يضيع أهله فهذا الملك الذي جاءها هو جبريل كما في رواية المسند عند أحمد يعني إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحة تصريح أنه هو جبريل يعني فالشاهد أن الملائكة تأتي وتشارك المؤمنين في إعانتهم في حروبهم في قتالهم ضد الكفار وغير ذلك مما هو من أعمال الملائكة تجاه المؤمنين محبة وموالاة فاللهم إنا نسألك أن تجعل الملائكة لنا أولياء وكلنا أن تولير واجعلنا من أوليائك وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عفيت اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تغفر لآبائنا وعمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وإخواننا وسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين